هذا الكتاب يعد من أهم الكتب في هذا القرن لماذا؟ الملاحدة والمستشرقون كثيرا ما طاعنوا في النص القرآني فقام عالم هندي اسمه محمد مصطفى الأعظمي وصنف هذا الكتاب وأتى بمفاجأة غريبة ولأول مرة في عالم البحوث والدراسات قدم هذا العالم دليلا ماديا دقيقا على أن القرآن كلام الله وأثبت بطريقة أكاديمية أن القرآن لم يطله التحريف طبيع الكتاب ومات المؤلف رحمه الله قبل نشر الكتاب فما قصة هذا الكتاب؟ النص القرآني الخالد عبر العصور هذا الكتاب نتاج جهد أكثر من عشر سنوات تجعل القارئ أمام مقارنة مرئية سهلة الاستيعاب فكرة الكتاب بسيطة سهلة الفهم تدور حول محور مقارنة إحدى سور القرآن كلمة كلمة بين مصحف مطبوع في الوقت الحاضر وهو مصحف مجمع الملك فهد لكونه أكثر شيوعا في العالم مع مصاحف قديمة ابتداء من القرر الأول الهجري حيث عصر الصحابة وحتى يومنا هذا الشيخ مصطفى الأعظمي اختار سورة الإسراء ليقارن كلماتها كلمة كلمة من بين مجموعة مصاحف من عصور مختلفة ومن دول مختلفة ومصادر مختلفة مصحف المكتب البريطاني والذي يعود إلى القرن الأول هجري ومصحف صنعاء ومصحف سمرقند ومصحف طوب قابي المنسوب لسيدنا عثمان ومصحف علي رامبور ومصحف تونس ومصحف حكيم أغلو ومصحف ابن مقلى ومصحف ابن البواب ومصحف ياقوت المستعصمي وغيرها من أنفس المخطوطات للمصاحف في العالم تسعت عشر مصحفا من عصور مختلفة فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة مذهلة توافق كل المصاحف وبدقة عالية حتى فيما يتعلق بالهجاع إنا نحو نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذه السطر الأول مصحف الملك مجمع ملك فهد ثم نفس المصحف لكن من غير نقط ثم هذا المخطوطة الأولى هذه تعود إلى المكتبة البريطانية وهنا نتابع مصادر هذه المخطوطات هنا من المكتبة البريطانية وهذا مصحف صنعاء وهذا مصحف سمرقند وهذا مصحف ستوب قابي وهذا مصحف علي رامبور وهذا مصحف تونس وهكذا بقية المخطوطات عندما طالعت هذه الورقة من هذا الكتاب قبلت كل مخطوطة من هذه المخطوطات الله أكبر